قمعت قوات الاحتلال الوقفة التضامنية مع الأسيرة طفلة عهد التميمي وكل الأسرى الفلسطينيين هذه الوقفة نظمت أمام معتقل عوفر بالتزامن مع بدء محاكمة الطفلة عهد داخل المعتقل المقام على أراضي بلدة بيتونيا في سبيل القدس العاصمة ووقوفا مع الأسرى الذين طالتهم حملات الاعتقال التي قام بها الاحتلال خلال الأيام الماضية منذ إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وقف الفلسطينيون اليوم أمام معتقل عوفر الاحتلالي غرب رام الله فقمعهما الاحتلال كالعادة رغم أن الوقفة كانت سلمية في ذات الوقت الذي كانت فيه محكمة الاحتلال تعقيد محاكمة للأسيرة الطفلة عهد التميمي رسالتنا اليوم هنا للتضامن مع آل التميمي للتضامن مع الزهرة عهد التميمي اليوم في محاكمة لها هنا في سجن عوفر وبالتالي نحن هنا نأتينا لنتضامن معه ونطالب الإفراج عليها ونوصل صوتنا للعالم أجمع بأن هذه الزهرة الطفلة التي اعتقلت من بيتها لماذا؟ لأنها تدافع عن حرمة بيتها وحرمة أرضها عهد التي باتت تمثل جيلا من الفلسطينيين الثائرين ضد انتهاكات الاحتلال لأجل القدس عاصمة لوطنهم وقف الفلسطينيون اليوم يتضامنون معها ومع والدتها نارمان ومع ابنة عمها نور وكل الأطفال في سجون الاحتلال بدءا من أحمد مناصرة ومرورا بأصغر الأسرة شادي فراح ووصولا لمئات الأطفال الذين يغيبهم الاعتقال قصرا عن الاحتفال بالعام الجديد مثلهم مثل كل الأطفال في العالم عهد تمثل عينة من الشعب الفلسطيني لطفولتها أنها لجأت لأسلوب مقاومة سلمي غير عنيف مارست حقها إسرائيل اختطفتها في جنح الظلام وتختطف ليليا العديد من أكرانها ومن هم في عمرها ومن هم أصغر منها سنا هذه المحاكم العسكرية التي هي تمثل أداة طولة وذراع قمع بيد الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ينتهي كل احتلال الطفولة الفلسطينية والعالم واقف يتفرج عليه يشاهده وهو يخترق كل الاتفاقيات والقوانين والتشريعات الدولية يواصل الاحتلال قمعه لكافة أشكال التصعيد الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال اليوم أمام معتقى العوفر قمع المتظاهرين الفلسطينيين بالغاز المسيلي للدموع والقنابل الصوتية من أمام معتقى العوفر غرب مدينة رام الله المحتلة حافظ ابو صبراء رؤيا